إذا بجوابكم على هذا السؤال، بكونوا بعمل أكبر غلطة ببدأك الدوز لعدرنالين تتشرش شوية هاو تعلمت منهم كثير شو يعني مدرب رواد عمال؟ كيف تعمله؟ تاني واحدة كان لشريك عاطل بس قول تحديات عطيني مثلا؟ ما بتتجوز حدا تعرفت عليه مبارح عم بيبيعوك شي موجود وين مكان حياتك و عم بيدفعوك حقه كأنك عم تمسك 300 دولار 400 دولار تكبوهم بالزبال بيع مهدق الواجع ما تبيع الفيتامين الفيتامين العالم رح تنسى تاخده مهدق الواجع ما حدا بينسى ياخده المشكلة انه ضاع الحابل بالنابل انا عضو غريب اللون وقفوا هون فينا نوقع بس مش يعني يخسرنا اكيد اندريا بيعواد انت مدرب رواد عمال وفاوندر لأنتروبنورجي مرحبا 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 كيف تعمله؟ مرحبا مرحبا نحن نسجل هذه الصباح مرحبا يجب أن تشارك مرحبا مرحبا نقلع انا و روديا حشيشي سيكون لدينا حلقة جديدة انت ضايفنا نستطيع التحدث عن رواد العمال نستطيع التحدث عن كيف تكون جاهزة للتعب ما هي الأخطاء ما يجب أن نعمل ما لا يجب أن نعمل لكن قبل خبرني عن الانتروبنورجي أنا أعرفك من سنين وأنت كنت مناسبة و كنا نتحدث عن موضوع رواد العمال تحفيز رواد العمال ومسرعات العمال ومسرعات العمال كيف تكون جيدا و لماذا تكون جيدا في حياتنا ما يعني مدرب رواد العمال؟ ما تعمله؟ أول شيء أريد أن مدرب رواد العمال ليس مدرب رواد العمال ليس مدرب رواد العمال أنا من خبرتي وأنت تعرف أن أفلست مرتين لأن أبدأ العمال و بعدنا أعمل عمال عمال يعني ليس ضرورة لكن الخبرة تعتديك الكثير دروس ما يعني أفلست مرتين؟ أنت بعد عمرك صغير ما يعني أنت أصغر كنت أصغر أنت عمري سكتاو عشرين أول مرة كنت قرد من البنك أخسرته بثمانتشور أنا عم ببلش بزنس ردايته على خمس سنين وأنا من عائلة يعني سلف ماد ما في حدا يدعمني وتاني مرة كانوا كل مصرياتي عمر تسعة عشرين بعد ثلاث سنين يعني فتعلمت كثير بأي فيلد كان باسمه طبعا؟ أول واحدة كانت ريليتد للتوريزم مع شوية تكنولوجي وتاني واحدة دايلة ديلز كانت هيكي بهم لأيلا وين اليوم بعد كل هاسنين تتطلع بهالكاريير اللي عملتها وقعت مرتين وين غلطت؟ هاو تعلمت منهم كثير واحد إنه ما تفوت ببزنس ما بتعرف فيه وما فيك أنت تشيله من الفشل أو تشيله من الأرض إذا وقع هادي واحد اثنين يعني إذا وقع هذا البزنس ما تتكل وانت لحالك رح تستطيع ترجع تشيله تكون أنت قادر تشيله وأكيد يكون عندك أشخاص تتكل عليهم هادي واحد بس يعني شو صار معك بالتحديد؟ فتت بإندستري مع شريك الشريك منيح وبعقد بس الإندستري أنا ما بعرف فيها التوريزم التوريزم والشخص كان جديد على الماركت لأنه منه لبناني فهيدا الشي فوتنا بكتير حيطان لأنه كانت كمان أول مرة بنعمل شركة ع كبير فالمحامة ما كان إذا بدك عارف المعضايات تابعونا مخضرم كمان فتنا بكزحات بأنونيا إذا بدك مش محاكم إنونيا أنه غيرنا كتير إشياء كذا مرة تقدر نوصل لآخر شغلة فأخذت كتير وقت أنا ما كنت قادر بقى أصرف تقدر كمل فيها فأيدي كانت إذا بدك أول حفوة وتاني واحدة؟ تاني واحدة؟ تاني واحدة كان لشريك عطل كان لشريك مش منيح بس هؤلاء قطانين مهمين هؤلاء قطانين كتير مختلفين عن بعض لأنه كيف يعني المشاهد اللي عم بيتسمع هلأ علينا شو ممكن يقدر ياخد أو يتعلم لأنه ذكرت موضوعين مهمين اليوم الفيلد والبارتنر هؤلاء كمتانين كتير مهمين بالإنفاسمند دروس هايك سريعة ترجع على النقطة التانية اللي ما قلت عنها قبل شغيل هي الخطأ التاني كمانا وين إذا بكتلوم حالك اليوم وين كان الغلاط؟ واحدة من الأشياء اللي كتير بشوف الرواد الأعمال اللي عم يعملوا خطأ فيها اللي هي ما بيعام دراسة مالية ودراسة للسوق ودراسة جدوى هؤلاء تلاتتهم كتير مهمين يعني بس نحط البزنس ماضي لتابعو لنا مع البزنس ماضي خطة العمال وكل الأجزاء اللي فيها مش أنه إذا الواحد عنده فكرة حلوة أنه بيعتقد أنه رح تمشي هيدا الفكرة يروح بتعملها ضغري يا ريت بس هيدا الفكرة أنه عندي فكرة إذا عملتها بتكسر الدنيا هاي هاي تكسر الأرض بحجيب أول مليون جمعة الجاة مية بالمية ما بيزبطوا هيك ليه ما بيزبطوا لأنه في كتير قصص لازم الواحد يكون بيعرف فيها لازم يكون دارسة مضبوط هلأ رح قللك أنه في ضربة حظ أوقات بس ما بتكمل يعني ما فيك كل حياتك برالتعمل ما فيه سوستينيبليد تضلك متكل على الحظ يعني مش معقولة فبالأول هاو الدراسات اللي حكيت عنهم بنفس الوقت وهيدي كمان بشوف أخطاء أنا وقعت فيها وبعدين تعلمتها وفي عالم بعضهم بيقوا فيها بيشتغلوا مع رفقاتهم أو أهلهم بدون ما يكونوا أكدين من أنه هاو الأشخاص عندهم الكافاءة الكاملة أنه يعملوا هالمهمة اللي هني جايين يعملوها مفكروا أهلية بمحلية وعندهم المسئولية كمان لأنه يمكن بيعرفوا بس أنه بيبدوا شيء تاني مثلا أنه لأ هاي داكة هيت بيطلع لي مصاري أكتر أو ما بعض شو بساعتها بيفوتوا بالحيطان فأنا اللي عملته أنه يكون في فاميلي بزنس أو يشتغلوا مع أصحاب يشتغلوا مع قريبين يمكننا أن نشتغل مع أصحاب وفينا نشتغل مع غائبين بس يكون كل شيء واضح من الأول وممضي عليه وهذا شيء كثير مهم ليس أنه تكون بتهين شخصين بزنس أو بزنس لا أنا من بعد أول مرتين ما نجحت فيهم فتت بزنس تانية ونجحت في واحدة من شركاتي بعتها سنة الماضي بأيار يعني تقريبا من سنة وشوي بس كل بزنس فت فيه بعد أول ما يكون حضر فيه تعرفت عليه لأنه لا يوجد دغري تجي حدا ما بتعرفه تفتح معه بزنس أقول لهم خلينا نحنا ومبسوطين نكتب كل شيء ونمضي عليه إنونيا أكيد توقيته نحنا نكون زعلانين نكون مبسوطين يعني وقت تتخانق إذا كل شيء مكتوبه أنت أصلا مفكر فيه قبل ما رح تكون زعلان لأنه أصلا معروفة شو المسئوليات وشو كل حدا أدوارتها بقوله بزكرت نقطتين كتير مهمين لان بدي أرجع وصل للسؤال الأساسي إنه هاتو بي رادي تو انفاست هذا اللي يهمني السؤال وشو الأخطاء وكيف بقدر على أي كريتيريا لازم أمشي بس بزكرت كلمتين كتير مهمين لمسار أي أنتروبرنور اليوم حكينا بارتنرز ونحكي فيلد يعني اليوم قديم همين هول الكلمتين قبل ما نحكي تمويل لأنه في كتير ميكرو كردت في كتير مؤسسات بتاعتي مصاري مش هون الفكرة بس مين بشارك مين لازم شارك اليوم هيدا سؤال وكيف بقدر اتأكد أن الفيل اللي مقرر أني أنا تنفست بهذا الفيلد هو المحل المناسب لهذا الانفاستمد عم نحكي عن الاشريك عم نحكي عم نحكي عن انتروبرنورز نحن هنا عم نحكي عم نحكي عم تناشنل حسب نحكي عن الشرق بالأول وهي كان تان افليسة عندي لاتعلمت مننا كتير كان الشرق طميع فنحنا عم نشتغل علي بزنس حاطين تنينا نعني شغلنا بمصرياتنا وهاك قرر يفتح لحاله إلا أنه ما بتوفى أن يكون هو شريك مع عددين فهيدي كانت سائلة كتير المهمة تعلمت منه وتعلمت من أخطاء كتير أشخاص تاني أنه هلأ صرت معملها بهذه الطريقة بقول وقتها بدك تفتح business بدك victory النصر هيدا علامة النصر فهي العلامة النصر فيها V وفيها 2 لتو V فأنت وشريكك لازل تكون عندكم same values هيدا أول V نفس القيام لأنه وقتها يصير فيه مشاكل إذا عندكم نفس القيام بتحلوها أسرع وأهوان تعال شو تاني فيه حزار شو تاني فيه شو تاني فيه تشتبي ديفيجن اه ديفيجن ديفيجن الرؤية لأنه وقتها تكبر الشركة وحتى هيو عم تقلع يعني بتكون توصل لهم مفترقتور حدا بده يروح حاك حدا بده يروح حاك إذا ما عندكم نفس الرؤية إذا عندكم نفس الرؤية رح تكونوا متفقين تكبروها سوا بس يعني كيف الواحد بده يتأكد أنه الشخص التاني عنده نفس الرؤية أنه هايدي شغلة تسليوا مننا ما بتجي بنهار ولا قاعدة واحدة بدا يعني متل ما منقول ما بتتجوز حدا تعرفت عليه مبارة في عندكم الرفقة ما بعرف مصاحة بخط يعني هون بصلت لما حال كتير مهم يعني اليوم أنت بدك تشارك حدا تتقلع البزنز الثوية لازم تشتغلوا إذا بدك أفلاين يعني وبعدين يتكدد السجن وبتعملوا ستابي اللي هو التقل مش ترك دول يعني بدي إلك شغلي هلأ بعد شو رح نحكي عن الإستثمار في كتير عم نحكي كمان رواد أعمال الصغار ما عم نحكي ملتيناشنالز في كتير بيجوا بيقولولي نحنا فتحنا شركة بدنا خمسين أربعين عشرة عم بيقصموا الحصص بلون قبل ما تقصموا الحصص خليكم تعرفوا كل حدا شو رح يعمل قدير رح تكون الإيميل الشي اللي رح يعمله هلأ واستمراريته تماما قدير رح تكون عم بيكون عم يعمل إشياء بعدين فمش ضروري بالأول وفي كتير محامية بينصحوا نفس النصيحة مش ضروري بالأول نقصم الحصص فيها نعمل اتفائيات وبعدين بعد فترة نشوف أول شيء بعدين كنتراكت بس عم نحكي كتير كله عم تحكي مع شريك مع شخص تاني مع شخص تالي تبدو نفترض عنه هالشخص المستثمر بده يشتغل لوحده شو بتعطي نصايح كيف بده يكون جاهز بده يكون عنده معينة معينة فاية على على البزنس ولا بفوت بطحش هوني برجع للنقطة التانية اللي سأل عنا موريس ما حكينا فيها اللي هي الفيلد قلتلي عن الفيلد أول نصيحة خاصة إذا لحالك ما تفوت بشي ما بتعرف فيه يعني فوت بشي أصلا متمكن فيه عندك خبرتك درسو شغل فيه ما تفوت بشي أنت شايف ترند مع غيرك مثل باللبنان تشوف هذا شي هذا اليوم الساكتور مقلع فيه بزنس فيه عم بقلع باوتوماتيك لأنت لأنا معك شوية لكوديتي أو عندك تمويل بتروح بتقول المصاري يعني كل واحد اختصاصه والحقل طبعه مش إذا شيف غيره بفيلد غير نجح فيها يعني هو رح ينجح فيها أكيد وهون بقول وقت يسألوني سؤال بحكي كثير بجامعات وبجمعيات بلولي هلأ شو ماشي تنفتح فيه بزنس يس إذا بجوابكم على هيدا السؤال بكونوا بعمل أكبر غلطة يعني ما في جواب لهيدا السؤال لأنه هيدا الترند مع عادة فاليو بنفع إذا رايح بترند مثلا أنا كل حياتي رحقول شو مكان أنا مهندس بعدين شفت بالألفين وعشر شفت هيدا على الأرض كيوسكات الهوت دوغ مشيت كل حال فتحت كيوسكات الهوت دوغ هلأ شوف فيه اتنين بس بعدهم ماشيين كله سك لأنه بس تنفي مطاف واللي عنده سستيني بلان كنت عم تحكي عن العقلية أول عقلية لرائد الأعمال يلي هي منحكي عنا الجروس ماين سات يلي عطول أنت بدك تكون عارف أنه بدك تطور حالك وبدك تستفيد من كل شي قطاعات فيه تتعلم منه تتكمل وكمان تطور حالك من العالم اللي حولك مش ضروري بس من خبراتك مش ناك أنا عامل انتروز مع أكتر من 700 صاحب شركة في العالم العربي ومدرب أكتر من 1900 رائد أعمال one on one كيف يجيبون اسكي سمار فتتعلم كتير أشياء وبنقلهم للأشخاص فواحدة من الأشياء والجروس مايندسات أو هالعقلية اللي أنا كرائد أعمال لازم تكون عندي أنه أول شي أعرف التحديات موجودة والتحديات مش كل يوم كل ساعة كل ديئة هيدا واحد اثنين كون عارف بس طبعا نقطع لهم بشكل سريع بس قول تحديات عطيني مثل يعني عطيني مثل أنا أنتربرنور اليوم هيدا تحدي أمتال كتير بسيطة هل ما عقوش فنون ديلي بسيط هل ما عقوش حكينا عن الأكل في بنهار واحد سبلاير عندك ما يجب لك الكيس شي بسيط شو البلان بي محضر حالك لبلان بي مش ناك نقول ما تكلو عطول على سبلاير أهم شي هو الاجزة بلان يعني كمان أنت اليوم أنه أنا أسست بس إذا أنا بدي سكر وإصحب حالي شو لازم أعمل وهي غلطة هون المصيبة هاي غلطة بشوفها كتير كتير وهلأ من شي جمعتين كنت عم بحكي مع حدا عملت بزنس كتير مهم وصار عندها كلاينت بايز كتير مهمة وفجأة شافت بتفيدها وهي عندها خبرة فيها بس سكرت التلاتة بأنه بيع البزنس المين بدو يشتري في كتير يعني إذا ما بدي بيع البزنس مثل ما هو مع اسمه في بيع الكلاينت بايز في بيع بريزنس على الصوفي في بيع بيع فرانشوائز شو يعني سكرت خلص وقفت كل شي قررت أنه أنا اليوم ما بقى أعمل شي خلص ونقلت وفي كتير عالم بيعمل هاي عطيني غير تحدي من التحديات اللي بيشو وجهون يوميا التحديات في نكونوا على كذا يعني فيها تكون تكنيكي فيها تكون فيها تكون واحدة من ميلة لأنه هلأ حكيت عنها فيها تكون من ميلة الفينانشل أنه مثلا بشوف كتير ما بعرف لش هلأ ركست على المطاعم بس شوف كتير مطاعم بيفتحوا ثلاثة شهور ستة شهور بيسكروا ما بيكونوا عاملين حساب الرانيين كاست طبعو أكيد تكاليف لأن البيزنس بلان فيه جزء غلط بأعتقد أنه بيكونوا قاصدين يفتحوا أو قاطفي منهم يفتحوا ثلاثة شهور ستة شهور على موسم ويجرعوا يسكروا هذا شيء ثاني خاصة بحس بلبنان لأن الأشخاص اللي بيظهروا وبيصرفوا هكي هني مثل نيش معي هذا بالماركت بالأحرى بالترايدين وبالماركت تسميها هت أندرون هت أندرون أنت اليوم تفوت سريعا تعمل بروفيت تستفيد من ظرف معين بمهلة معين تسحب حالك ولكن تضع بزنس بلان تبعك تكون أنت محددوا كله تكون أنت محددوا بالتأكيد بس الموضل تبعك والبجت تبعك ومشي على ستة شهر ليس أن أنا نصدي من بعد ستجر ونريزم أسحب حالي تمدلني عن الأكل كثير يجيني مثلا أنا أدربهم بديوا يعمل أبليكيشن أو شو ما كان رح أقول بدي أعمل أبليكيشن بتوصل الغراض طيب فكرت أنه أنت وقت تكبر كم درايفر بدك فكرت أنه بده يعمل لحاله هاي 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 بدي عملا لحاله طيب بدك الماركتين التسويق بدك تروح تعمل التكنيك الليج التكنيك بدك كثير إشياء ما فيك عملهم مثل ما قلنا الدراسة المالية الدراسة التكنية بنفس الوقت قدي بدي شوف رؤية يعني ما في رأد أعمال نجح من الأشخاص اللي أنا قبلتهم ما كان عنده رؤية وين بده يروح وعرف أنه بمطرح معين بده يكبر وين بده يكبر كيف بده يكبر بتذكر عندريكنا دائما كاننا دائما نقول بس نكون بحلقاتنا سواء أو بالراون تيبلز أنه أي أنتروبرنور يجب يبيع السيرفرس طبعوله قبل ما يبدأ يشتغل على السيرفرس طبعه يعني إذا بده يصنع هذا التليفون بنعطي شو مكان نحنا بده يكون بيعو شو يعني بيعو يعني بيكون حتى الماركتنج سراتيجي طبعه ومين أنا الكلايين طبعولي وين وشو حتى الخطة اللي بدي وين بدي وصل برجع بلج هذا جزء من مش أنه أنا بجي بصنع صار مع الديفايس أو صار مع السيرفرس بعدين وين بدي روح بعدين بدرس السوق اكزاكلي أكيد ما بتزبط غير أنه يكون الواحد بحضر حاله كميندسيت شو في قصص تانية لازم يكون بإذا بدك بالعدة تبعوله هون سؤال هوتو بيرادي توالفان يس يس كيف في يكون جاهز للاستثمار في كتير إشياء بس رحكي عن إشياء أساسية وخاصة أنه بشوفها بكتير رواد أعمال واحد أني متل ما هلأ حكينا أنه كون مأكد من الفكرة من عملاء محتملين أنا بعد ما بعتبست اكدت أنه هيدا الشي هني بحاجة لأقول أنا بقول بيع مهدق الواجع ما تبيع الفيتامين الفيتامين العالم رح تنسى تاخده مهدق الواجع ما حدا بي نسى ياخد يعني كون أكيد مين سوئية شوف كلمة سوشال ميديا أنا ضغري بقول لهم وقفوا هون أنا إذا بي عملت له عملية قلب هذا شي صار يعني ما عم فول علي عملت له عملية قلب بروح عند الحكيم بقول له كيف رح تعمل عملية القلب بقلي مقص سكين أنه السوشال ميديا هي أداة ما فيك تجي تجي هي تقول من استراتيجية مية بالمية سوهي يجب أن تكون جزء من استراتيجية كيف تستعمل على السوشال ميديا كيف رح تستعمل وخاصة رواد الأعمال الصغر لم يكن مصاري بسوشال ميديا نحن نعرف أن مئة دولار ومئتين دولار على السوشال ميديا لا تعمل شي ف هون أكتريت الشركات خاصة للأجنسي ويصيروا يكببون أرقام أن نحن نعمل لك بوست للبريزنس يعطينا 300-400 دولار كأنك تمسك 300-400 دولار تكبون بالزبال أنا أفضل وظف 300-400 دولار يروح عند الـ ويحكي أو أو هل تكون حاطتهم ضمن استراتيجية لتعبير ب استراتيجية العلاقة بالسوشال ميديا لتعبير الاجتماع الناس ساكس أنت تنقل بأي ماركت بدك لا ويكون عندك ما هي المسج بدأ هذا مهمك لتعبير أصيب الناس التي أريد ضمن هذه سراتيجية هكذا تفهمها لكن اليوم لدي ميديا ميديا وعند ميديا ويقول لك من العملاء تقول لك كل العالم أكبر غلطة أنا أعطيني مثلا لماذا كل العالم أريد أعمل دعاية عطيبة لا أسمع X Y Z سأقول في لبنين هناك أنينة ماء لا أسمها هناك أنينة ماء مكتوب بالأحمر ميساج سأسأل العالم بقول لهم بعدين في خبرك بيجي بقول لهم للعالم لأنه الماء لكل العالم الماء لكل العالم صح طيب الماء ليس لكل العالم هذا أول تحدي بخبروني لأنه في عالم ورح قول مني الشخص اللي عنده سرطان بالكولون المرأة الحبلة اللي عنده بحص بالكلاوي اللي عنده رمل بالكلاوي الحكيم بيقول لهم شربوا هاي النينة الماء لي لأنه ما فيها نيترات والماء الوحيد باللبنان ما فيها أولي ما بيصيخ شرب سوديوم كتير بلوش بتشرب هاي بس هاي نيترات ما في غيرها باللبنان لو سوديوم في كذا وحدة طيب يعني الماء مش لكل العالم اكتشفت كمان أنه في نوع ماء بيسبب لبراند يعني لبعض الأشخاص بنفخها أنه تخيل الماء نحن مين بيفكر هاي شو أنا هلق في ماء ما بفكر شو هي لأنه ما عندي عوارض صحية بس في عالم بدون هاي الماء عسيرة الماء بتشوف قديش أهمية الماركتينج وكل هاي الخبار قبل ما كان في شيء اسمه بطلد ووتر يعني يعني عم بيبيعوك شيء موجود ووهما كان بحياتك وعن يدفعوك حقه وفي منهم يدفعوك أكتر بكتير مثل أكس وزد يدفعوه بساموه أرتزانال ووتر بسأل مأخوذ من هيدا الوال بهذه آيلنت مع الأنينة اللي يدفعوك تترك الأنينة عندك مشكلة حلو وتصير تعبّ من الأنينة أنت عم تشتري ماركتينج ماركتينج ما هيك ماركتينج اليوم في لبنان خليني يبدأ من هنا كيف تكون مستعدة لإنبنان ليس في المنطق لأنه هناك كثير أكتر بكتير أكتر بكتير اليوم فلهم من لبنان نعرف أننا مورا الأزمة وستفيدوا من الأزمة لا يبدأ البروجيك لأنه نتعرف موضوع اليوم الإمبورت من بره وصار عنا بدنا اكتفاء محل معين بس المشكلة أنه ضاع الحابل بالنابل يعني مثلا شفنا أجل كورونا ما فيها نستورد صار كل يفتح اليوم يجبون الصابون والشامبوان وكل يفتح ديترجان يجبون بمحل ويجبون يبلشون أو مثلا إيكوتوريزم تلاقي اليوم كل واحد عنده قطين ودارة على السطح يعملون أربي أم هذه مشكلة بكرة بعد سنة سنتين سيرجع السوق لمحل ويصير في محل سيقول أفل أصلا لا يجب أن يفوتوا على الماركت في لبنان اليوم بس بالأرقام تقول تقريبا 90% من البيزنس الذين يفشلوا أو أكثر 5% 5% يجب أن يجرب لكن يكون فايد بمينسيت أنه يمكن أخصر في شانس كبير أنه أخصر وبدأ أعرف كيف أظهر هل تحطي السؤال كمانا في لبنان خيان نعطي شوية بجت كبيرة أو يبدأ بشيء قليل وخاصة في لبنان أنا أقرأ كتب كيف تبدأ بمئة دولار ممكن أن ينفتح هذه الأشياء أو هؤلاء القصص مستخدم في لبنان تفتح باج على تيك توك ترقص وتنزل فيديو هذا ليس باج لأنه ينسي بعض لكن يمكنك شيء لكن الريكتورن ينعمل سير هلأ هل نسمون أوتلاير أنا وياك على تيك توك ما أعرف هل على تيك توك يحضروا تتحديوا ويتحديوا هل تتخائي المسألة قاطع عليهم صحيح سؤال سؤال لا سؤال لبنان المساري 5% منه يكفو يكملوا بعضهم ليس أنا أقول للعالم لا تبدأ بيزنس قبل ما تكونوا عن جد حاطين حالكم بعقلية رواد الأعمال يعني حاضر حالك للفشل عندك أشخاص نجحوا حوالك تقدروا يعطوك إرشادات أو نصايح أو يخبروك يمكن قصة تعطيك فكرة كيف تتخطى تحديات تعمل عن جد شبكة معارف لكل شيء تعوزه إن كان من موردين إن كان من أشخاص بالتسويق إن كان أشخاص بالباع إن كان أشخاص بدك توظفهم تكون جاهز بهذا الموضوع وأكيد مع الخطط اللي حكينا عنهم قبل المالية والتسويقية وغيره ويكون بس بيش بيلك أنا ما معي مصاري أعمل كل هول مش ضروري يكون بدك مصاري رح أعطيك مثل كتير بسيط في حدا رح أقول لك شي كتير بسيط 2014 في شاب إجرى عندي قال لي بدي أفتح محل بيتزا بأدونيس ما معي أعمل ماركت ريسج شو بدي أعمل برمت أنا ما بعرف كنت كتير بأدونيس برمنا أنا ويا هيك قلت له طيب هيتا نعد كم محل بيتزا فيه بالمنطقة أدونيس وزوء وكاسليك وهايك بوقتها من شي تسع سنين عم نحكي بدي إياك من هلأ لجمعتين كل يوم عشية تروح تشوف كل محل تعرف هايدي فيه السبايك اللي بيحطوا عليها الفاتورة أنه وتيكونوا بيعو هيدا تروح تشوف وتأيد كل حدا قدام مليانة هيدا السبايك عنده بس وبروم عليهم كل يوم عمد الجمعتين بعد جمعتين إيجا أول شي تشفنا أنه فيه سوء لالبيتزا كتير لأنه عطول فوق النص تشفنا أنه أقل نهار ببيعو فيه نهار الثانين أكتر نهار الجمعة والثبت فتح محل البيتزا وشو عمل أول شي عمل أفراد نهار الثانين ونهار الجمعة ونهار السبت دراسة ما بدأ راح برام على الأرض شيء هاي الأوقات هلأ فيه أشياء صعبة أكيد مش الأشخاص اللي حوالك مهمين رح أسأل يعني هلأ بدأ تفتح بشي تكنولوجي إذا بتسأل حدا هو بهيد الاندستري رح يعطيك أفكار رح يعطيك أجوبة على أسألتك وهلأ كمان مع الفوعد الإي آي فيك تسأل حيال عن هذا الموضوع بيعطيك أفكار بس ما يعطيك دراسة السوق لأنه أغلبيتهم عم يبنوا على شيء قديم بس يعطيك أفكار أنه تعمل دراسة إذا أنت ما عندك بجيت بس يعطيك أفكار موجودة صح يعني إذا بدك شيء جديد لألك لأنه بالنهاية وقت تسأل شخص خاص بالبزنس رجع لهون اليوم أحكي عن موضوع بمحال بيتزا بأدونيس ما رح تقدر تكون هالأدي إذا بدك قريب نحو حقيقة الواقع ما تحكي أنت على بجيت كيف بعمل مية بالمية فهي يمكن يتخطأ البزنس والشغل تبعك التي تحت أدفايس لا بالعكس أنا بستعمله أكيد لك ما فيك تكون أنت مكمل بالحياة بدون ما تعرف شو يصير حولك هذه كمان أحد من الأخطاء التي يوجه لا يشوف المنافس التي حول اليون يجب أدمت أنه اليوم في أول شي أغلاط ثانيا لا هناك تفهم أكتر منك وهذا السؤال ضمن كيف أن تكون ready to invest كيف مهم اليوم للأفكار خاصة الذي يكون بعده مبلش بالأول موقع يكون عنده شخص اسمه mentor مهم هذا الذي كنت أحكي عنه أشخاص عندهم خبرة قبلك يستطيع يساعدوك بأفكار بأسئل أو يسمعو أول إذا العراب بالبزنس هيدا الشخص هو شخص نجح قبلك مش ضروري بنفس القطاع بس نجح وصل لمرحلة أنت حيب تصلى مثلا أنا بدي أعمل شركة تصير تبيع بكل لبنان شو مكان بدي شوف حدا عمل شركة تبيع بكل لبنان تعلم منه خبرة السوق شو الأشياء اللي معقول تفوت فيها بالحيات وليه بدوا يساعدني رح قل لك شيء العالم يتفجع بس بفكرة أنه تتعلم بالمئة ولأنه الشخص اللي عمل حاله بإيده ينبس توقف حدا يبدأ مثله يحب يكون حده هذا الكنسيب تبع تتعلم هو أساس بالانفيرومنت وهي طبيعة الإنسان يحب يساعد أنا كيف بنقي في شيء طار وراك بس عادي كيف بنقل المنتور هذا منتور وكيف نقوم بس لأنه تعرف أنه اليوم أنا عندي مثال أعلى بس أنا عندي ناس بتسمع لهم بتشبه لهم بس أنا ما بعرف كيف أعمل الابروش طبعا أنه أنا بدك تكون منتور كيف يساعدني كيف تكسر هذا الجليد لتقد تتقرب لأنه الكبير ما سيتقرب لعنده لصغير لحالك سؤال حلو وأول شي المنتور منه شخص دغري وقت شوفه بعرف أنه ناجح بقول لي كيف كيف منتور ففي مسار بدي إخلق وأنا بطريقة تشارك إذا بدك التجارب بين بعضنا أو نتقابل أكتر من مرة تأكد واحدة كتير مهمة أنه عنده القيم طبعي تخيل حدا عنده من القيم طبعه الفساد وأنا ما عندي الفساد يجي قل له ليك ما عم بقدر قام هيدا البزنس شو عم لك يلا عطيه مئة دولار بيمشي الحال بتطلع هايك أنا ما بعمله هاي بدك لك عنده نفس القيم طبعه لك هاي كتير مهمة ومثل ما قلنا أنه يكون هو واصل للنجاح هلأ كيف بتقرب له كل شخص عنده اهتمامات كل شخص عنده شي عم يعمله ففي واحد أنا بسأله عادة أنا حب أتعرف عليك لأنه أنا عم بعمل بيزنس بهال اندوستري وحب أخذ رأيك إذا أنا عطول بقول على صنديحة كل شخص هون مكتوب make me feel important خليني حس حالي مهم فإذا بتقرب من شخص بخليه حس حاله مهم يكون أكيد مصطنع ولا مصلحة يعني هي مصلحة بس منا مصلحة مئزية هي مصلحة أنه أنت عم تتعلم من شخص عم بتقوله أنه أنت وصلت قبلي أنا حيب أتعلم منك وبنفس الوقت وأتعرف عليه في كتير ساعده وإذا ما أعرف كيف يساعد وقال له كيف يساعدك عن ندها الأدية بسيطة بالنسبة للتايم مانجمينت شغلة بعتقد شغلة مهمة أنه الواحد يعرف كيف يقصم وقته ويقدر يفصل بين حياته الشخصية وكل يوم وحياة الشغل أداش مهم هذا الموضوع تحديدا أنه يكون عنده شخص مثل قدر أنه يقدر يقصم وقته مثل الملازين هذه شغلة مهمة للبزنس أكيد خاصة للي عم بيبلش لأنه تتبلش البزنس تبعك بدك تعمل كل شي تقريبا بدك تعمل كل شي أو بدك تلاحق كل شي إذا في عالم يكون أحدك ويساعدك فوحدة من الأشياء هي الوقت أنك تعرف أنت بأي وقت بالنهار عادة تكون فعال وهون لا لم أعطي وقت معي لأنه يمكن أنا بصلا أندري بوع الساعة خمسة كثير فعال الصبح أنا هلأ أعتبر على عشر اتناعش على عشر يكون نص النهار في عالم لا يقعوا العشر عشرية 9 11 11 أو 12 حتى حسب البزنس اللي يعملون مع حسب هلن شخصية حسب تيولوجيا الوحد شي هي يعني في أشخاص فعالين أكتر بالليل فعراف أي متى أنت فعال بهيدا الوقت اللي أنت فعال عمول الاشياء اللي بدأ حك دماغ مثل ممنوع بالأوقات الثانية فيك تعمل اشياء تتعرف عالم وغير وغير الشخص الفعال بعد الظهر أو من عشية ما بتنصح يفتح بزنس بده وعي الساعة خمس الصباح يعني ما حتزبط معه ما بتزبط معه مش أنه إذا معوض كل حياته يشتغل من عشية أو يكون من عشية يقوم يقرر بالإفتح أنا باكري إذا قدر غير العادة طبعه قبل ما يبلش البزنس يعني البزنس يكون تايلرد لحياتك لنمط حياتك 100% لا تعمل شي ما خاصه بالليفستايل بطلع على الوقت ممكن بعد معنا شي ثلاثة ضعية بس بدي أسأل على براجع الموضوع لأنه بهمني اليوم الانفستمونت بس وات تدو وات نتو خيان حوالت إذا عملنا إكسل شي طبلي إيهن ويش نعمل دراسة نتأكد أنه المنتج هو مهدئ للواجع من وفيتامين نعرف كيف نوصل للعالم مثل ما هن يحبون ونصل لهم ونحن أكدنا من الفئة المستهدفة لأنه مشكل العالم نجمع الفريق حتى لو ما كانوا شركة بالبزنس أشخاص نكون عارفين أنه قدرين يساعدونا يا منترز يا أشخاص بالبزنس نكون عم نوظفهم نعرف الميزة التنافسية التي لدينا ونحط المراحل والتخطيط نحن كيف نكمل مش من أول نهار بدك مليون دولار تتعام بزنس يمكن ألف دولار يمكن عشر تليف يمكن غيره في برند بالسوق دربته بالسنة 2015 بلش بألف دولار هلأ هو نمبر تو بالسوق نمبر وان هي انترناشنال كومبني ما حقول شو بس ببيع برا فارا فارماثوتيك البرودكت فهو دولي هيك انبريف وات نت تدو دونت جمب ديريك لما تنط دغري على الفكرة بدون ما تعمل دراسة ما تقول انه السوش الميديا هي الوحيدة اللي رح تعمل البزنس تبعي ما تعمل كوبي لبزنس بدون ما تكون عارف إذا هيدا الشي بي ناس بحياتك نمط حياتك وما تفوت بشي من أنك عارف عالقليلة عسنة سنتين شو التكاليف تبعه شو بدي مين الأشخاص وشو بدي عامل إذا بحال صار مع إشي خطورة أما تحديات على الطريق أكيد ونحن تتوقع موين أكيد ودائما ودائما تقوم بحياتك بالتأكيد ضرورة أكيد لا تتتكل بس على الإي اخذ المعلومات وانت كمان أفكر ونحن لا تتترس أحد أعرف أين يتترس لكن لا تتتترس أحد أحد أكيد لأنه في الوقت نغر ونشوف شخص جي ونشتغل معه ونحن ونحن وعند وعند تتترس نعمل بكل أحوال نحن مبسوطين ونحب حتى لو أمك بدأت تفوت بزنس معك بتمضيع شو عاملين ببعض بدأنا بسؤالك شوي إموشنال قديش صعب بعد كلها سنين قديش صعب لحظة الأفلاسة فيها أمري وبعد كلها سنين بتخبر أنت وعند تتضحك عن هيدا المرحلة بعرف أنه فيها بمحل هكي كان شية فيه وجع أرصح بس اليوم بعد كلها سنين بتخبر وبتصر بكل مرة تذكر وأنه هيدا منا وسمة عار بالعاكس أكيد مريس أنا خلقت بعيلي فقيرة لماذا بتدمي على مطل لأ أبشعر بالطريقة اللي سألت السؤال أنا خلقت بعيلي فقيرة أول مرة أفلست كان عمري ستة وعشرين كنت بعدني أنا يعني مخرج من الجامعة صلي كم سنة وعم خلي العائلة يبلش ويرتاحوا وقررت تفوت بهيدا شي وإفلست يعني بدي إليك أنه عن جد مرة وقت ما في أكل بالبيت هيدا كان شي كتير صعب وأربعة شهر أول أربعة شهر مرحت عند حكيم نفساني لأنه ما معي أدفع يمكن بس كنت عمنام للساعة واحدة باعتقد مش باعتقد بقلك الشي اللي طلعني من تخت هو قتال بونك دا قال لي صرت مأخر مرتين على الدفعة بعد مرة مش بعد مرة بكرة لازم تجي وقلا بتروح على legal department الحال طبعا هيدا هيدا لا بقولة هلا أول شي تقول لرواد الأعمال عن جد كونوا جاهزين وعملوا الدراسة تبعكم وعرفوا مع مين تفوتوا كيف تعملوا الخطة تبعكم تما تفوتوا بهذا الفلاس لأنه ما بتمنى لحدا هيدا واحد واثنين كونوا عارفين أنه في فشل بكونوا محضرين له لو شو ما كان حتى قوتي وتتعمل الدراسة بتفوت بفشل وتالت شي أنا ايه فخور فيها لأنه بقول هلا أنا كنت بعيلي فقيرة بس نشكر الله أنا هلا أمنح بعت البرزنف تابعي سنت الماضي صرت مدرب بـ 54 بلد بآخر 15 سنة ونشكر الله كله تمام فينا نوقع بس مش يعني خسرنا أكيد وفي قول دايما نبوله لكل أمتربرنيرز ومن شاركو دايما حتى بحكي روياك فيه أنه إذا ما فيك تركض تشي إذا ما فيك تمشي صحاف إذا ما فيك تصحاف فشخة فشخة بس المهم تقديم لأدام حسنا أندريا أبيعواد أنه يجب أن تتعلم لك صراحة ومتعلم منك كثير نحن كمانا كان في كثير طاقة اليوم كمانا لذلك شكرا لك أندريا أبيعواد أنت مدرب رويد أعمال وفاوندر لأنتروبنيرجي شكرا شكرا موريس شكرا 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 شكرا